السلام عليكم شونكم طلاب شخباركم ان شاء الله بخير اليوم عدنا المحاضرة الثانية physical pharmacy جزء العملي حتشينا بالمحاضرة الاولى عن solubility عرفنا شون تعريف solubility شون نعبر عن solubility وحتشينا بيها على شي اسمه hydrophilic و laipophilic drag قلنا hydrophilic هو محب للماء و laipophilic هو محب للدهون زين قبل لا يصنفون الادراج على انه هو hydrophilic او laipophilic شون يصنفو اليوم موضوعنا راح نعرف شون راح نصنف الادراج على انه هو hydrophilic او laipophilic او substance بصورة عامة فبالبداية هو distribution coefficient نفس المعنى partishing coefficient اذا كان عندي محلولين immiscible solvent خليت نسويه خليت نسويه ب بيكر موسيقى السورة موسيقى موسيقى شوك موسيقى الموسيقى موسيقى 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 نظام الوصولي إذا كانت مجموعة من مجموعة مجموعة و مجموعة ثلاثة ومجموعة مجموعة في مجموعة 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 هذه الفنة ستحرك بماده الثالثه من الاثلقة الواقعي في حياته و حياته ينظرها كالتركيز المادة بالأكوياس على الأورغانيك و إنها تغيرت درجة الحرارة و تغيرت درجة الحرارة و إنها تغيرت على عموة العموة 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 حتى أقول حتى من أباع الرقم أعرف هذا هي بنجزء و اساعدة حرفك على كامل عموة العنزة و كاملها تغيرت على كامل عموة العموة العموة الرقم و ايضا HOA و إنها olvidاء الهي Dy Oz ي creo أن هذه القمية هي في الوقت Divi و إناسب realizing if there is an annual أو ليبوفيلك هس راح تفهمون أكثر هذا الحاجة هسا نحتي عال إكسيب رجين شون عبر عن البارتشين كويفيشنت هو الوضع الوضع من المكسشور من المكسشور في حيات مكسشور هنا دي يقول البارتشين كويفيشنت يساوي الوضع الوضع هنا النجل لازم تعرفون انه قانونين إثنياتهن صح إما أقول أخليه الOrganicFog ولايكوياس جوه بس لازم أذكر انه آني هنا شاستخدمت يا قانون من هذا الطبقون هنا OrganicFog لاجوه فاشتكتب Organic على اكوياس بينما card استخدمت القانون الثاني اكوياس على الورغانيك فالكونسانترايشن اكوياس لير على الورغانيك لير فاكو شغلتين لازم تذكرها هنا وصلنا لازم تذكر انت استخدمت يا قانون منده تحل ولازم تذكر التمبرتر لان قلنا هو يختلف درجة الحرارة فاني حتى اجي منده تقولي البارتشين كوفيشنت مال هاي الماده هالقد اكيد لازم اعرف انت استخدمت يا قانون حسب يا قانون ده تحتي وكيد لازم اعرف بيا درجة حرارة لان راح تنعكس بالكامل اذا استخدمت بالعكس اذا نطبقها القانون ذاكر لهذا الرقم كله راح يكون بالعكس اوكي خلنا ناخذ مثال خلنا ناخذ مثال what is the بارتشين كوفيشنت of boric acid which is distributed between between water and amyl at 25CZ if it is concentration in water هو 0.05 and it is concentration in amyl هو 0.0155 سهلة كلش تحدد انت تحدد يا قانون راح تستخدم هنا استخدم مثلا بالاكويس على الorganic هنا استخدم الاكويس على الorganic اجه خل الكونسانترايشن هنا وهنا وطلع الناتج رياضيات كلش سهل وذكر درجة الحرارة لان هي مذكورة بالسؤال اصلا او قال لك انه استخدم غير طريقة انتو تستخدمون ياهي بالامتحان كيفكم اهم شيء تذكرون هاي وتذكرون هاي ليش؟ لان انا حتى استفاد من هاي المعلومة اللي ذكرت لي اياها انت حتى اعرف هو هايدروفيلك لازم تذكر لي هاي المعلومات زين شون نجي نقرأ هاي القراءات شوف مذكورة هنا يمكن ما مذكورة سراح اقول لكم تشات اكو صفحة تشرح اهم راح اتزلكم اياها تشرح الحتي هذا اللي هسراح احتي اذا كان الرقم هناش راح اقول هاذا هايدروفيلك لورليفيلك اي دا اقول بما انه دا اقول يعني بياه اكثر يعني الرقم اقل من واحد يعني انوتر اكثر فبالتالي هناش اقول هاذا الادرق هايدروفيلك اذا اتشار الرقم اكبر من واحد هنا فنقول سبعة ش راح اقول راح اقول يعني بالامايل الكحول هو اكثر من الكنسانتريشن من الوتر يعني المادة راحت للامايل الكحول للأورغانيك فيس اكثر مما راحت للوتر اوكي نفس الحجي هنا ينطبق فليش قلنا انه التعبير لازم اذكر القانون اللي استخدمته لان هسه ثلاثة هنا فثلاثة بما انه ثلاثة عدد صحيح انا راح اتأكد انه الكنسانتريشن بالاكويس اكثر لان الرقم طلع اكبر من واحد فهناش هايدروفيلك نفس الحالة من دا اذكر لين هي نفس المادة من اقرى هذا اقول هايدروفيلك وما قرأت هذا قلت هايدروفيلك فيعتمد على الرقم اذا كان اقل من واحد او بوينت اي رقم هناش راح اعرف راح اعرف حسب القانون انه البسط اكثر لول مقام اكثر اوكي فاذا كان او بوينت واحد هنا اكيد يعني اقل من الواحد راح اقول هنا انه المقام هو اكبر وبالعكس اذا كان رقم اكبر من واحد يعني هنا بالامالة الكحول لو كان اكبر من واحد شون تقول اذا كان سبعة راح اقول هنا انه هو بالاورغانيك لاير اكثر شون الادفانتج مالت البارتين كوفيشن نفس الحاج اللي حتشينا ناوك دا بهايفور اذا كان هيدروفيلك او لايفوفيلك ناوك دا فارماو كاينتج او دراج او دراج هنا هم راح اعرف الفارماو كاينتج مالتل دراج اذا كانت هيدروفيلك اذا كانت تنتشر بالبلاد هناش راح تكون هيدروفيلك لان البلاد هو شنو هو اكويس هو اغلبة مية او استرداده في البلاد هنا في الحال شنو ليبوفيلك اذا كانت تنتشر بالبلاد او استرداده في البلاد بياحالة تنتشر بالبلاد هيدروفيلك بياحالة تنتشر بالبلاد ليبوفيلك على اضافة تنتشر بالبلاد هدونا من التالي انها تنتشر بالبلاد او من التشرال بالبلاد او ميزوجة أجد اعرف او اتنبأ بالمبلاد من التشرال بالبلاد سيكون هيدروفيليك أو سيكون ليبوفيليك يمكننا استخدامها في تطبيق الدراج يمكننا استخدامها في تطبيق الدراج إذا أردتها في تطبيق الدراج أيضا يمكننا استخدامها في تطبيق الدراج يمكننا استخدامها في تطبيق الدراج يمكننا استخدامها في تطبيق الدراج لإستخدام الماء في الماء نسبة أردت بك لها إن يمكننا مالذيب من الأسخاص يمكننا استخدامها في تطبيق الدراج نسبة الأăngبار نسبة الأع leve تشغل توب لقد كنا استخداما إلى جزوج نسبة الماء لطول 9 المترجم للأسفل نستخدمه في إستخلاص يجب أن نعرف إذا كان إستخلاص هو إضافة أو إستخلاص المادة اللي دا اقيس البارتشينكو افشينت مالتها الورغانيك لاير هو الكلوروفورم والديستيلد ووتر هو الاكوية سفيس فاجي هنا 100 مل احضر ايودين الكلوروفورم وبعدين اضيف الديستيلد ووتر اللي هو 250 مل التوتال 350 مل مثل ما حتشينا انه انا اجي اريد اعرف البارتشينكو افشينت مالت الايودين فبالتالي لازم اعرف هو اش قد حييجي هنا واش قد يجي هنا ايودين شقد راح يجي على الورغانيك لاير اللي هو قلناك لوروفورم وشقد راح يجي على الاكوية سلاير اللي هي واتر لاير فيجي يسوي لها الشيك فور 30 منت نص ساعة الشيك حتى المادة تلحق تنتشر يلحق الجزء مالتها اللي يذوب بالواتر راح يروح للواتر واللي يذوب بالورغانيك لاير راح يروح لل اللي هو قلناك لوروفورم هنا set aside for another 30 منت هم انطي مجال to reach equilibrium and to get complete face separation from the upper layer الاكوية سلاير هسا احنا مثل ما تعرفون اكيد مشتغلين التايتريشن فاني الشي راح اعرف الكونسانتريشن مالت المادة حتى اطبق القانون مالتي اللي قلنا التركيز مالت المادة بالاكويةس او بالاورغانيك لاني احتاج تركيز حتى اعرف الpartching coefficient فاش احتاج هنا احتاج سوي لتايتريشن فبالتالي from the upper layer الاكوية سلاير راح اخذ 10 مل sample carefully and put it in conical flask هنا لازم ادير بالي انه ما ااخذ من الطبقة اللي جوه يعني ما اطخها هنا اجي هنا ااخذ لاني اريد اعرف التركيز مالتي هنا اوكي بالاكويةس لير اصوي تايتريشن against O.O.2 normality sodium thysulfate solution until the yellowish brown color of iodine is disappeared الحد ما يروح اللون مالت الايودين اللي هو already هذا اللون الطبيعي مالته اقيس الانت بوينت واسميها انت بوينت 1 حتى بعدين اجي احاولي اطلع الconcentration وبعدين اطبق القانون mark partition coefficient نفس الوقت ااخذ 5 مل بغير conical flask يعني ااخذ 5 مل من lower layer حتى اقيس الconcentration بيها اللي هي organic layer and put it in another conical flask اضيف لها هاي اللي اخذناها من lower layer اللي هي organic layer حتي انا هنا اضيف لها 5 مل of 10% potassium iodide solution هسا احي وضح الكومية وسوي لها titration against نفس الوقت نفس الوقت همين 0.1 normality لاحظوا هنا استخدمنا 0.1 normality sodium thysulfate solution until the yellowish brown color of iodine is disappeared يصير colorless solution اللي هي راح اتحدد للend point الثانية مالتي واجي هسا اقيس الpartition coefficient لان كل شي صار جاهز عندي لان هسا بس احول هذا الى concentration اطبق قانون partition coefficient وخلصنا اذا جزء العملي مات المحاضرة شنو هو اجيب المادة اللي اريد اقيس الpartition coefficient مالتها هنا iodine واجيبت 2 solvent اللي اريد اعرف الpartition coefficient مالتها بيهم اللي هو هنا water و chloroform حضرت solution اللي هو مثل ما قلنا بالتعريف 2 immiscible solvent هاي 2 immiscible solvent صارت مثل الصورة shake wool for 30 minutes خليناها set aside for another 30 minutes اخذنا 10 مل وخليناها بكونيكا لفلاسك من الاكويس لير واخذنا 5 مل من الorganic لير وخليناها بكونيكا لفلاسك وسوينا لها تايترايشن حتى اعرف الكونسنترايشن مالتي هناش قد وهناش قد حتى اقيس الpartition coefficient هنا يجي نطينا ملاحظات يقول نضيفت بوتاسيوم ايودايد for the organic layer only هنا تلاحظون جبنا بوتاسيوم ايودايد خمسة مل ضفناها للorganic لير ليش هنا ضفناها ليش بلوتر ما ضفناها راح يقول لأن الحركة سويناها لغاية كيميائية أنا حتى أسوي تايترايشن ويالصوديوم ثايوسولفيت هو دا يقول لك أنه هذا أكوية سوليوشن فحتى يصير لرياكشن وهي الايودين اللي موجود حتى أقدر أعرف الانت بوينت وأعرف الكونسانتريشن مالتي لازم هذا هم يكون سوليوبل لأن تخيل يعني هسا هنا خلينا نرجع على الرسم تخيل هنا المادة اللي عندي هي بالأورغانيك لير مو تخيل يعني هي أورا دي راح تكون بالأورغانيك لير هنا راح تكون اوكي جيت ضفة الصوديوم ثايوسولفيت اللي هو بالحقيقة شنو نفس الأكوياس يشبهه الصوديوم ثايوسولفيت شبيه ما راح يتصل هواية ويا هذا يعني راح كأنما يبقى هنا معزول يعني كأنما رجعت صنعت نفس هذا الوسط اللي سويته هنا اللي احنا جبنا كونيكا الفلاسك أخرى خلينا بيها هنا نفس هذا اللي هو كلوروفوم ضفنا لأيودين وضفنا لصوديوم ثايوسولفيت صوديوم ثايوسولفيت يجي هنا بس ما يقدر ما يقدر ينزل جوه أصلا حتى يتفاعل فعنش سويت اجي اضفت هنا بوتاسيوم ايودايد حتى حول ليه شوية سوليبل مور سوليبل حول منه حول الايودين اللي عندي هنا حتى يقدر يسوي الرياكشن وين صوديوم ثايوسولفيت ضفنا البوتاسيوم ايودايد يعني حتى حوله مور سوليبل حتى يقدر يصير عندي الرياكشن هنا حتى يقدر عرف الكونسنتراتيشن بينا ما بلورغانيك ليه رججل استخدمنا تركيز أكثر لأن يحتاج تركيز قليل صوديوم ثايوسولفيت لأن قلنا هو أصلا الذائب قليل فاستخدمنا تركيز قليل حتى الانتبوينت يصير معقولة بينما استخدمنا تركيز عالي حتى لا لأنذا استخدمت تركيز أقل هنا راح يستغرق من عندي وقت أكثر بهواية حتى استخدمت 0.02 راح أنزل كل شي هواية بالتسحيح احتمال مرة ومرتي أنا سوي تايتريشن وأكيد مرة بيكم هاي الحالة كماده الانتبوينت ما تطلع ثاني أريد وصل الانتبوينت بوقت معقول ما راح يأثر عندي عن النتيجة يعني هما يعرفون أنه هاي المادة ذا وبانيته هنا أكثر فاختصروا الحاجي مباشرة نستخدمه تركيز أكثر حتى يصلون الانتبوينت بسرعة وللنفس السبب إحنا استخدمنا عشرة مل من الأبر ليرش لأنه بيها المادة قليلة كلش يعني الذوب هي بالكلورو فرم أكثر فبيها كلش ولنفس السبب إحنا استخدمنا عشرة مل من الأبر ليرش ليش؟ لأن بيها المادة قليلة كلش يعني الذوب هي بالكلورو فورم أكثر فبيها كلش قليلة حتى هم أسرع الانتبوينت وصلها بسرعة بينما استخدمنا خمسة من اللاور لير اللي هي أورغانيك لير لأن قلنا هي ذوبانيتها بالأورغانيك لير أكثر فبالتالي نحتاج لها تركيز أكثر وقليل كمية قليلة من المادة يعني حتى أوصل الانتبوينت بأسرع وقت ممكن يعني مو كلش سريع بس وقت معقول لا قبل أخلي المادة وهي أورادي واصلة الانتبوينت ولا أطول كلش هوية حتى أوصل الانتبوينت يعني هذا الحد شي كيميائي أكثر شي بس هم لازم تعرفوه لا نضع إضافة في هذا التعامل لأن إيودين هو كميائي كميائي لذا بإنها يعتني أصلي كميائي لا يحتاجك راح هالا الحاجي الي تهم الكيميائي عند البتالي نحصلها onboard time بتجرؤين أن قجم الشخص يع bloque مدته بطالة واحد ideas وصار عندي separation against اندو التو لاير باللور لاير ليش لان قلنا اللور لاير هي لبيت بينما المادة اللي ضفناها اللي هي صوديام ثاوسولفيت هي واتر فبالتالي هم انفصلت نفس ما حتشي انا قلنا انا اذا جيت هنا سويت التايترايشن راح ينفصل فبالتالي ليش ضفنا فوتاسيا ميودات حتى نخلي يتفاعل لان في هالحالة ما راح يتفاعل هاي الملاحظات اللي موجودة هنا وهي بالاساس كيميائية بس انتو قلت انو اوكي تعرفوها وورادي مفروض تعرفوها يعني ان تعرفون التايترايشن شنو وشلون وليش يسوينا مجرد تعرفون الاسباط هسا نجي على الحسابات مالتنا احنا عدنا صار عدنا جاهز وعرف التراكيز لاستخدمتها تعرفون التايترايشن وشوان طلع الكونسانترايشن N1B1 يساوي N2B2 فهنا مثلا ديورنج تايترايشن هنه هدا يقول لك المعادلة طبق N1B1 يساوي N2B2 فور الأبر لاير ذا حتشينا على الاكوياس لاير اللي استخدمنا بيها 0.02 من الأو بوينت تسعة صوديوم ثايوسولفيت يساوي النورمالتي اللي انا يريد اعرفها مالة الايودين يعني تركيز الايودين بش قد سحبنا سحبنا 10 من الأبر لاير بينما باللور لاير حتشين انه اخذنا 5 و استخدمنا تركيز اقل اخذنا او بوينت قصدي تركيز اكثر فهنا او بوينت واحد هنا استخدمنا او بوينت او 2 عرفنا ليش استخدمنا هل قد حتى اوصل الانت بوينت بوقت معقول لان هنا او بوينت او 2 لان المادة already هي ذايبة قليلة فاستخدمنا لها تركيز قليل واخذنا كمية هواية حتى شنو حتى اقدر اوصل الانت بوينت بوقت مناسب ونفس الحالة باللور لاير استخدمنا او بوينت واحد تركيز واستخدمنا كمية اقل حتى اوصل الانت بوينت بوقت مناسب لانقلنا ذاوبانيته هنا اكثر مما ذاوبانيته بالاكويس لاير او بوينت تسعة بالأبر لاير باطمعاش كانت الانت بوينت اللي حصلناها هس عرفنا التراكيز نجي نطبق القانون نفس ما حاجينا انه اهم شي اذكر القانون اللي استخدمته هذا هو الشنو على الشنو هنا هسا بالبداية دا يذكر انه اورغانيك على الاكويس فبالتالي راح يطبق التراكيز اللي حصلناها من التايتريشن وذكر بها درجة حرارة سوينا التجربة نفس الشي نقدر نطبق القانون الثاني اللي هو اكويس على الاورغانيك وذكر انه القانون بدا تلاحظون النتيجة شون يذكرها هاي اهم شي شباب اهم شي تذكرون القانون لاستخدمتو والدرجة الحرارة فبالتالي طلع باعه هنا طلع 133 اذا استخدمنا اورغانيك على الاكويس 133 يعني شنو يعني البسط هواي اعلى يعني ذوبانيته وين الهواية بالاورغانيك لان احنا اصنا هسا نصلي بالتفسير الكيميائي انه ذوبانيته بالاورغانيك هواي اكثر الايودين ذوبانيته بالكلورفورم هواي اكثر من الوتر او استخدمنا هذا القانون اللي هو ثنياته الصح هنا فسرنا انه دوبانيته هنا بالاورغانيك لير اكثر اهنا نفس الشي اذا طبقت القانون بطريقة معكوسة خليت الاكويس لير فوق والاورغانيك لير جوه راح يكون الناتج nd0.007 قلنا اقل من واحد يعني شنو هنا يعني هم نفس التفسير راح تفسره انه الاورغانيك انه المقام هنا اعلى تلاحظون انه اعلى فبالتالي راح اقول هنا انه اذا بانيته بالاورغانيك لير اكثر او بارتشينايت اعلى كيفها حتى توصل الى وصلت الى اجي اسوي تايترايشن طبقت القانون لقين البارتشين كو افشينت سهلة كلش ما بها اي شي اهنا اه بالحاجة شمعت ال من البارتشين ان يا أولما of PLC Serag ad كيف没有 وفراء القانون والمني للتعريف حتى اوضحلكم اكثر افترضوا هنا افترضوا هنا استخدمنا 0.02 تركيز اقل دا تلاحظون استخدمنا تركيز اعلى وشقد يحتاجينه احتاجينه احتاجينه اثنعش من الصودين وشقد راح نحتاج راح نحتاج اكثر هو بالتالي نفس الناتج يطلع لان هو titration دا اسوي بس دا استخدمنا هذا التركيز راح يطلع للنات الرقم هنا كلش اعلى نفس الوقت باعه هنا اخذنا حجم اكثر رغم انه اخذنا نفس الحالة هنا بالنسبة للحجم انه ليش اخذنا اقل اذا هنا مثلا اخذنا حجم اقل او اخذنا تركيز اعلى دا تلاحظون هاي الاو بوينت تسعة او بوينت تسعة بس نزل اذا زيدنا التركيز الاو بوينت واحد اول قطرة تنزل راح تصير عندي اينت بوينت فبالتالي مو معقولة يعني ما تقدر شو تقيس شو تقول قطرة واحدة فبالتالي هما هنا عرفوا هذا الحج فاستخدموا التركيز اقل بمادة اكثر حتى تلاحق تتفاعل ويا سوديوم ثايوسولفيت تمام هاي تفهموا اكثر من راح تفهموا التايتريشن بالمراحل الاخرى وارد انتم اخذيها وفاهميها بس هنا اهم لازم تعرفوها حتى تعرفون اش دا يصير وليش يصار وخلصت المحاضرة تعريف بالبداية تعرفون شو يعني شو نعبر عنه اهم شي تعرفون بالقانون من انطبقه شو نحشي وشو نعبر عنه وشو نكتب هاي انه استخدام بمتاكويس على الورغانيك بهاي درجة الحرارة هنا قانونين سهلات طبيعيات جايات من التعريف اصلا تقدر تشتقها من التعريف واي سؤال عدكم اسألوني ان شاء الله بالمحاضرة الجاية بداية المحاضرة اي سؤال عدكم او بنهاية المحاضرة الجاية تسألوني على هاي المحاضرة او المحاضرة اللي قبلها اشتركوا في القناة